السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو في هذا الفيديو راح ندلكم وضعية لسنة الرابعة متوسط لغة انجليزية طلبتها مني ليهي مهنتي المستقبلية ولا my dream career ليهي مهنة طبيب التحاليل الطبية إذن لرا أحب إدير تحاليل الطبية مستقبلاً وهذه هي المهنة نتاعه رايحين نكتبوها الوضعية القصيرة والبسيطة حول مهنة طبيب التحاليل الطبية إذن مع لكم غير تتبعوا معي نبدأوا على بركة الله بسم الله إذن طبيب تحاليل الطبية باللغة الانجليزية نقول له laboratory specialist ولا laboratory scientist مختص في المخبر ولا عالم المخبر عفوا إذن هو طبيب التحاليل الطبية هكذا يعني طلوب الإنجليزية إما laboratory specialist ولا laboratory scientist أحب التواجد في المجال الطبي إذن حلمي المستقبلي أن أكون طبيب تحاليل طبية هذا الشخص الذي يدير تحاليل الطبية هو من الأشخاص الشجعان بالنسبة لي وعلىه because he takes risks when he analyzes people's blood لأنه يكون في risk risk معنى تاره في الخطر عندما يأخذ العينة تعدم من الناس it can contain viruses and microbes لأنه الدم يقدر يحتوي على فيروسات وميكروبات but even this he do his job and save people's lives على الرغم من أنه الدم من الناس يمكن أن يحتوي على جراء فيروسات وميكروبات ولكنه يقوم بالعمل ويسلك ولا ينقذ حياة الناس this job is noble هذه المهنة هي مهنة نبيلة noble معنتها مهنة نبيلة ولا نبيلة noble أي شيء يكون نبيل نقوله noble بالإنجليزية هي noble نبيلة إذن I love being in the medical field so my dream job is to be a laboratory specialist this person is one of the most courageous persons for me because he takes risks when he analyzes people's blood it can contain viruses and microbes but even this he do his job and save people's lives this job is noble full stop إذن هذه هي الوضعية القصيرة والبسيطة حول مهنة طبيب التحاليل الطبية وكل واحد كما قلت لكم يحب يتعمق وزي التفاصيل لسبب اختياره لأي مهنة يدير من عنده تفاصيل أخرى أتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو يفيدكم وتستفادوا مع الياري يقولكم بغاو على خير ربي يوفقكم وينجحكم إن شاء الله وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر